أذكر حديث من وصائر رسل محمد الهدى إذا حدد أحد أخذ فلايخ للفائدة أعد فلايخ للفائدة وأتباق فلايخ ما هي الصفات التي تعانى إليها الرسول في الحديث الصدق الوفاة بالوع أداء الأمانة لا يا خل لا يتصرف فيها الأمانة من دوت ابن صاحبها لا معناك لا يدخل لا لا يدخل لا يدخل بعين وعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر